موسيقى صبحكم الخير يوم الثلاثة عثمانتعش نيسان أبريل اليوم الأمر مرافقنا كمان من برش ترابي مثل مبارح برش الجدي والأجواء جيدة للأبراج ترابية موالي برش الجدي أيضا العذرة وكذلك موالي برش الثور لكن لأنه الأمر كمان موجود بمربع مع الشمس في عنا مواليد يمكن تكون أجواء اليوم متقلبة عم نحكي عن مواليد برش السرطان مواليد برش الميزان خلونا نبلش البداية مع برش الحمل بالنسبة لك مولو برش الحمل وجود هالأمر بمربع مع برشك عم بيشكل نوع من ضغط ضغط يومي وهالضغط هيدا فيكون له علاقة يمكن بحدا أعلى منك سلطة يمكن مع حدا أنت بتواجهه حدا بتجرب أنه ما يصير فيه نوع من استضامة معه فيكون أشخاص بالشغل فيكونوا بالبيت فيكون أشخاص غرباء فيه ناس حتى ما أهل القانون كل هالأمور هيدا بدك تبعد عن المشاكل بقدر المستطاع تبقى الموالي دي اللي عندها بعض الظروف الجيدة نسبيا 17 و 18 نيسان أبريل بنتقيل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور هيدا نهار نوعا ما بيساعدك أنت بحاجة للمساعدة بهالفترة لأنه عندنا بعد يوم وبكرة وبعدين بتوصل الشمس لبرشك وعنده إذن فيك تبلش بانطلاقة جديدة بأفكار جديدة وبمشاريعك اليوم بدنا ناخد الأمور مثل ما هي في بعض المساعدة في بعض الأمور يلي هن بلشت أفكار حلوة تخطر على بالك أفكار إيجابية هيدا شيء إيجابي وشيء حلو وشيء بيساعد مولود برش الثور حتى تقريبا يوقف فينا نقول على العتبة لأنك أنت هلأ واقف على العتبة كتير حلوة مفترق طريق أنت رح تاخده فأكون متفائل أجواء متفائلة لكن ضلك حذر جدا مولود 18 و19 أيار مايو تبهي من السرعة والمجازفات بنتقل لابرشل شوثاء بالنسبة لابرشل شوثاء بهيدا النهار حلو منك أنه تكون عم تتفاعل مع محيطك بطريقة موضوعية موضوعية بدنا نخلي أو نحط مشاعرنا الخاصة على جنب في بعض المسائل يلي لازم تمشي فيها على الأصول مثل ما لازم يمكن عم نحكي عن مسائل مستندات أوراق يمكن في حق بده ينشغل فيه وبالتالي القانون هون يبيدخل يعني بدك تفكر بشوية موضوعية الأجواء بشكل عام إيجابية فما تخاف ما تعتقلهم فقط مشي حسب القانون ما بتلاقي حالك لو وصلت إلى شط الأمان الموليد الأنشط والأوفر حظا 87 حزيران يونيو بنتقل لابرشل السرطان بالنسبة لابرشل السرطان اليوم تملك انت طاقة فعلا كتير كتير كبيري هالطاقة هاي دي طاقة بتخليك وبتعطيك القدرة لحتى تقوم بأعمال كتير صعبة الشرط انك بتكون مركز لأنه ندفت تقلق في الطبعة شوية مزاجية اليوم بتخربط لك تركيزك وبصير تشتغل غلط وبالتالي بتشتغل وبتكون ماشي بمسار مختلف تماما وتطلع بالنتيجة نرفز الزيادي الاجواء اليوم تطلب منك اذا التركيز الهدوء التام السيطرة على المزاجية وشوف اديش بيطلع منك اليوم شغل الاكثر حظا تمانية تسعة وعشرة تموز يوليو بنتقل لابرشل السرطان بالنسبة لابرشل السرطان اليوم نهار اليوم نهار فيه شغل لكن جيد فيه شغل لكن جيد ونصيحة فلكية اشتغل من كل قلبك اليوم اشتغل بس مظبوط حسب الجدوى الاعمال حطتوا قدامك حسب الاولويات حطتها قدامك فيه نوع من تبادل الخبرات فيه نوع من ثقافة مختلفة اليوم انت بتتعلمها فيه شي عم بتتعلمه اليوم ايضا هناك بعض المسائل الروتينية المتطلبة وبعض الامور الصحية اهتم فيها الجو العام لا بأس به الاكثر حظا مولي 17 18 19 اب اوستوس بكمل مع برش العذراء بالنسبة لبرش العذراء بعتبر هيدا نهار حلو بعتبر هيدا نهار هادي هادي مش من ناحية سلبية هادي بطريقة كتير ايجابية هادي لانه ما فيه مشاكل بالعكس تماما فيه نقول فيه انقشاع فيه هدوء وصفاء في الرؤية هيدا شي بيخليك تقرر بطريقة كتير صحيحة وسليمي وما بتكون الندمين على الاطلاق ايضا هناك مسائل تنفرج شو بتعمل لما يكون عندك هيك حظ اشتغل اشتغل بهيدا نهار ما تقعد مرتاح ومكتف ايديك بالعكس هيدا نهار يلي لازم نتواجه فيه المنافس والخصم الاكثر حظنا 12-13 ايلول سبتمبر بنتقلل برش الميزان مولو برش الميزان مت مشكلة خاصة مع الاهل والاقرباء والناس اللي بتحبهم يمكن انت مثلا بتستحي انك تعبر عن رأيك قدام الغرب وبالتالي بتروح بتعصب وبتفش خلقك بالناس الاقرب لألك هوني بصير فيه شوية مشكل ببيتك او مع اشخاص اللي بتحبهم فطول بيلك حتى فينا نقول انه الاشخاص اللي بيحبوك اليوم هنه بحاجة لألك ويمكن يكونوا شوي متطلبين وشوي يتقال نتفي فطول بيلك عليهم 19-11 اكتوبر قال اكثر حظا كمل مع برش العقرب بالنسبة لألك اليوم مولو برش العقرب انت سريع 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 جدا يمكن محدا يلحقك لا بأفكارك لا بتحركيتك لا جسديا ولا فكريا اليوم مولو برش العقرب انت بتقدر تسيطر على امورك وهذا شي كتير منيح هذا بونس لألك اليوم هادي ادت فاليو لألك روح الامتحانات ما تخاف روح الاجتماعات ما تأجلى على الاطلاق قالوا فرح الظن 11-12 نوفمبر تشرين الثاني كمل مع برش القوس بعدك من الربحانين بعده مولود برش القوس من الاشخاص اللي قادرين انه فعلا يستوعبوا الامور ويحولوا الامور لمصلحتهم هيدا نهار يمكن يضمن لك ربح يمكن تكون مكالمة يمكن يكون فكرة يمكن يكون جواب هناك حل حلي هناك تسوية وما بتكون الا راضي الاكثر حظا 16-17-18 ديسمبر بنتقلة برش الشدي نهار كتير مهم لي مولو برش الشدي لانه الامار ببرشك من مبارح اليوم وباقي لبكرة وحدة دهر توقيت بيروت شو معناتها؟ معناتها قادر تحرك الامور وتقلب الأوراق وتقلب الطاولة فؤانة تحتاني على زوءك خاصة بمسألة شخصية بتعنيك انت شخصيا قادر انك فعلا اتبت بمسألة بتعنيك انت شخصيا يمكن تكون صحية يمكن تكون عائلية يمكن تكون فقط لقلك انت اليوم مولو برش الشدي واضحة الامور جدا عندك الاوفر حظا 6-7-8 كنون التاني يناير بنتقل لبرش الدلو بالنسبة لبرش الدلو ما في شي واضح عندك اليوم وما لازم تبت اي مسألة اليوم لانك تطلع بالنتيجة فعلا ندمين بتفكر انك اشياء الامور مزبوط وبالحقيقة بتسهى في اشياء بتمرو وما بتنتبه لها وبالتالي حكمك على الامور بيكون خاطئ انطور بكرة ساعة وحدة بيوصل امر لبرشك الظهر وبالتالي رؤيتك للامور بتكون واضحة مية بالمية اليوم ارتاح ما تاخد قرارات ما تاخد مبادرات انتبه من المحتالين بتبقى الموليد الاقل حظا الموليد شبهات فبراير بنتقل لبرش الحوت مولود برش الحوت اليوم بعتبره نهار ناشط بعتبر هيدا نهار فعال بعتبر هيدا نهار مهم جدا 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 لحتى تكون عم بتشارك ما تقعد لحالك وتسكر البوابع حالك وما تحكي مع حدا بالعكس اليوم لازم تردع كل الناس لازم تحكي ولازم تتفلسف ولازم تعطي رأي ولازم تشارك نهار اي جيبي شرط انك تكون موجود ضمن مجموعة مش لحالك الموليد الاكثر حظا نسبيا موليد ادار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير مهمة سنة بتغير فيها موقعك الاجتماعي او حتى المهني او يمكن الاكاديمي فيكون للافضل والارجحية للافضل نسان ابريل ايب اوستو ديسمبر هنه افضل الاشهر الى اللقاء بكرا ابراج جديد باي باي اشتركوا في القناة